السلام عليكم ورحبا بكم بقناة مطبخ قاما اليوم تتكلم فيديو جديد حضرت تكتوخها على طريقتي نتمنى ان شاء الله يشوفوا الفيديو الاخر اضروق مطبخ عليكم واشا نخليكم مع هاد الفيديو نبدأ بسم الله كوكوطة كوبعة الزيت مغرفة السمن نضيف السمن والزيت تسخن نضيف جاجة كاملة نضيفه وخسيتها مليح وخليتها 15 دقيقة بالاخرش وخليتها مليح ووضيفتها هكذا وربطتها لهذاك الرجلين باش يعني تحكم روحها ونغطيها 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 نغطيها تقليها هنا غطيت جاجة على باكم تقعد ترش غطيتها وخليتها تقليها مليح حتى هذه اللي دم دا تقليها تقليها وهنا كنت غابيت زوج حبات البصل كما كنت شوفو نضع الزوج حبات يتقل على كوكوتو لا تجد حساب لأفراد العائلة نضع لكوكوتو نضيف مصر طوماتي نضيف المطح نضيف ثلاثة نضيف ثلاثة نضيف قصبر نضيف راس الحانوط نضيف العكري نضيف العكري قصبور نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نسقط نضيف يلقي نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نقلي ثفت كمية المسخون تعالى طماطش ثامة نضيف الملح نضيف الملح نغلق الكوكوتا نغلق الكوكوتا نغلق الكوكوتا تغلق الكوكوتا يساعد المرقة نغلق الكوكوتا نقطحهم هكدا عشوائيا ونخليهم يفوروا مليح هكدا نخليهم يفوروا مليح باش ميوجعش فلسطومة داختها كما شتوا يعني مشي طيب مليح نخليهم يفوروا حتى نشوفهم فروا مليح ونعود كمية كمية حتى نكمل كامل هذه الكمية اللي عندي هكدا وبعد ما يفور كيف كيف نحطهم هكدا في القصعة ونوسيلهم شوية زبدة ونغطيها ونخليها وهنا هي جاجة بعد ما اطابت لي كما شوفوا نشوفت المالقة زحها وطابت لي جاجة هنا كي تربطوا الجاجة دائما نتقعد ذلك كي تربطوها يعني تجيكم سهلة وانا كنت قميت كمية الحميسة هاني نضف الحميسة وهنا قطعت حبة زرودية مجي بزف والبطاطا هنا هي البطاطا يعني يعني يغيب باش تلبي لي المرقة نعود تمرقت بالما سخون القدرة تاعي ونضيف هذه البطاطا وزرودية ونعود نغلق على الكوكوتا ونخلي يعني لذيك الحميسة كيف كيف أنا عندي نص طياب وهذيك الخضراء الطيب لي ونضيف شوية كيف ضفت هذه الخضراء نضيف شوية فلف الكحل وشوية ملح هكذا نغلق على الكوكوتا ونخلي الخضراء الطيب وهنا هي الجاجة الطيب واسيتها في البلاتون اللي يدخل للفوق طليتها مليحة هكذا دهنتها مليح بالزبدة او مغارين شارت للفوق نضيف ميتين دراجة وندخل الجاجة التاعية تتحمر كما كنت شوفوا الجاجة يعني الطابط ما خليتها شتحر حر هذي هي راهي في الفوق راهي تطيب لي واسيت لغي شوية المرقة تحتها ونخلي الجاجة تتحمر ومبعد كيف رليت لي قلت لكم هذي كالورقة تخجوكها واسيتها هكذا في القصعة واسيت شوية زبدة ومبعد نحيت الوجه تاع المرقة واسيتها هكذا في الطنجرة تكون الطنجرة تكون طقيلة واسيتها في المرقة وخليتها تتجمر مع هذيك الزبدة واسيتها هكذا في الصحن التقديم بعد ما جمرتها واسيتها هكذا طوطو طغ بالبيض كما كنت شوفوا بعد ما اغليته والحماسة والمرقة جاءت ملبية وجاءت ثقيلة هذي هي هاكم تشوفوا الجاجة كيف اشتحمرت ما شاء الله قطركم يعني المرقة تحت تحجوكها لازم جاءت ملبية وجاءتها بنينة وطابط الحديثي من كملوا يوسيوا هكذا الصحن التحجوكها ومسيوا هكذا تقدمها سوفينا تاع المرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة